أهلاً وسهلاً بحضرتك أولاً ده لايف مع كبتان عدلي والستاذ أبراهيم المنيسي برسم ليهم تحياتي وبشكرهم وأدمهم الله دايماً سيف ودرع للنادي الأهلي وبحثين ومدافعين عن حق النادي الأهلي والحمد لله مجهودهم بيأتي ثماره ندخل في الموضوع المهم بشكر الجماعة العمومية حاجة مفخرة حاجة غير متوقعة النهاردة لما نتسئل في جلسة زيدي فوق عن 45 سؤال الناس جاية أريا الناس جاية بترجع معاك مادة مادة بتقولك المادة كذا والمادة كذا وحضرتك قلت هنا لأ ودي مهمة للنادي الأهلي ودي مهمة ليكم ولا أخذوا بالكم منها احنا بنشكرهم بنشكر حضورهم طبعاً من خلال دراستنا لللايحة وخلال دراستنا للقانون واللايحة الاسترشادية واللوايح السابقة للنادي بنشكر كل واحد ساهم بمجهوده مجلس كابتن حسن حمدي مجلس محمود طاهر وبنشكر الأعضاء اللي متابعين معنا والآخر يوم حيبوا معنا ثقاتنا فيهم كبيرة منتظرينهم يوم 28 لأنه لا يصح إلا صحيح ولا يجب إلا أن يكون للنادي الأهلي لقيحته الخاصة ليس عايباً في اللايحة الاسترشادية اللايحة الاسترشادية مجهود من اللجنة الأولمبية ومجهود عشان فترة انتقالية شكراً على الفترة انتقالية لكن لدي الأهلي لازم يبليل هيحته ودستوره اللي أعضاؤه هيعتمدوها إن شاء الله يوم 28 لأنه مش إحنا اللي عملناها مش مجلس إدارة العمل مجلس إدارة اقترح دنود والأعضاء هم اللي عدلوها العضاء أكبرون عليها في حاجات العضاء أكبرون يعني السلطات سلطات اتخاذ القرار سلطة التعديل في اللايحة كنا بنقول لو المجلس الإدارة مقدم الاقتراح والجماعة العمومية ما اكتمعتش وما اكتملتش يعتبر مقبول الجماعة العمومية قالت لا ده حقي ومش حديل مجلس الإدارة وفقنا ونزلنا على رقبة الجماعة العمومية لأنه حقها رغم إن إحنا كان لدينا وجهة نظر وجهة نظرنا كانت بتقول إن إحنا بنقول التعديل ده وبنطلبه نبقى على الواقع العملي اللي شايفينه إنه بيعيقى العمل لكن إذا كان ده رأي جماعة العمومية هي حتتحمله وحتيجي وحتوقف معنا وبرضو لما نطلب تعديل حتيجي وحتوافق عليه منتظرينهم يوم 28 وبنوعيدهم وبنأكد عليهم إن إحنا إن شاء الله المنتج النهائي اللي حيطلع خلال العشرة أيام الجاية منتج ياليكم بالنادي الأهلي دستور ولايحة ستؤسس لجميع اللواح الأندية المصرية فيما بعد وحكون حاجة يفخر بيها عضو النادي الأهلي ويقول أنا سهمت وشاركت في تأسيس واتخاذ قرار في لايحة النادي الأهلي النهاردة كان اليوم الأول غداً بمدينة نصر بعد غداً يكون في الشيخ زايد هل بعد الثلاث أيام دول هيكون بقى اجتماع اللجنة الأولمبية المصرية اللي كحاكو طبعاً كنتم موجدين النهاردة صباحاً هل هيكون بقى ده آخر لقاء ليهم ونقدر نناقش كل الأمور ويبدأ خلاص يتحط السياغ الأخيرة لمشروع اللجنة الأولمبية للأسف أنا يعني ظروفي منعيتني من التواجد النهاردة مع اللجنة الأولمبية لكن النهاردة أنت عامل لايحة بتقول مرجعيتي المثاق الأولمبي وما تنص عليه لوائح اللجنة الأولمبية الدولية والمحلية ما ينفعش ما تروحش للمرجعية بتاعتك تسألها يا جماعة أنتو كمرجعية كلام ده يتوافق معاكم ولا لا ما ينفعش يسأل إحنا دايماً أو في كثير من أحيان بيحصل الخطأ في مصر إن إحنا بنسأل بعديها نادي الأهلي سباق نادي الأهلي عنده أسس وقواعد في إقدارته إحنا رحنا لأصحاب الحق في اعتماد الليحة وقلنا لهم تعالوا عقودوا معنا دي ليحتنا اقترحوا علينا لو في شايفين إن فيها عيب أو في مش عيب لكن في تعارض مع الليحة المثاق الأولمبي أو مع القانون قلونا وبذكر القانون طبعاً في عوار في القانون يمكن الحوار النهارده مع الأعضاء وضح العوار اللي موجود في القانون وفجئت أن الأعضاء حطين إيديهم يعني إزاي أنا كنادي أهلي أدخل باستثمار 51% ودي حد حق استغلال اسمي وحق استغلال سمعيتي وتاريخي وما باش عندي تناس ممثلاني في مجلس الإدارة تقول له لا أقف مش قصة عيب هي قصة إن الإدارة قرارات فالنهارده أنا كراجل واضع الاستراتيجية وأنا أساس الاستثمار لازم أبقى متواجد لازم أقول له ده حقك وده مش حقك لا أنا مش هصوت على الكلام ده لا هنوافق عليه أنا استراتيجيتي رايحة للكلام ده ولو اختلفنا نرجع للأصل اللي هو مجلس إدارة النادي الأهلي وجمعيته العمومية منتظرين الكلام ده نهارده قعدنا مع أعضاء الأهلي بالجزيرة بكرة أعضاء الأهلي بمدينة نصر وإن شاء الله السبت سنختتم بالشيخ زايد كانت وجد نظرنا أن نروح للأعضاء عشان نسألهم على رأيهم ونحثهم على المشاركة لكن فوقنا أن نحن لحد قبل ما نعد مع الأعضاء وصلنا لألف وربعمائة واحد تقريبا أكتر من ألف وربعمائة اقتراح ده رقم مهول يعني رقم يبين لك قد إيه الأعضاء قلبهم على نديهم قد إيه الأعضاء دي أرت وعايزة تابعوا وإذا كان ألف وربعمائة واحد أروا وشاركوا أكيد أكتر من عشرين ألف حييجوا ويشاركوا إن شاء الله يوم يوم ثمانية وعشرين تسعة وأنا براهن شخصيا من سابق معرفتي بعضاء الجمعية العمومية ومن ثقتي فيهم أشكرك وأشكر كابتن عدلي وأشكر أستاذ إبراهيم وموافقين إن شاء الله جميعا لما في خدمة النادي الأهلي أشكركم جميعا أشكركم